الحلوين طلاب الله يرضى عليكم ان شاء الله ربي يحماكم يا حلوين اليوم راح نبدأ بالورقة النقاشية الثانية سهل خفيف رطيفي سؤالين يا باك سهلات سهلات باك سهلات طيب الان الورقة النقاشية الثانية انتبه لما نقول ثانية يعني تطوير زي ما حفظتك بناء تطوير بناء تطوير الاولى بناء الثاني تطوير حلو لما نقول تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الاردنيين شوفنا تطوير الثاني اه هون انتبه ما يتعلموا بسرعة في الورقة الثانية في عندي حكومات برلمانية يا يعني حكومة من البرلمان مش البرلمان النواب الملك بقول يا جماعة بدي حكومة اطلع من البرلمان خلاص بكفي وهنا له طب كيف قال تعالوا لازم يكون عندي احزاب ولازم نطور عمل الجهاز الحكومي بس اذا أنا لما بدي أعمل حكومة برلمانية يعني حكومة من البرلمان بشغلتين قال لنا الملك بدي أحزاب وبدأ تطوير عمل الجهاز الحكومي تمام إذن أحزاب وتطوير عمل الجهاز الحكومي هاي الأحزاب لازم تكون قادر يتعبر عن مصالح الأردن ومصالح الأردنيين إذن هذا السؤال المهم قلنا الثاني تطوير طب فيها حكومات برلمانية كيف بنصل للحكومات البرلمانية بس بدي احزاق ونطور عمل الجهاز الحكومي بعيدا عن ايش عن المهنية والحياة حلو السؤال الخطير هذا شايفينه خطير اكتب لي عليه مهم المبادئ الراسخة للنهج الاصلاحي بيحدد لك كما جاء في الورقة النقاشية الثانية فيهاش الا هذا السؤال الخطير طيب حلو كيف تعال معي عندي ست نقاط طلع كي بدي احفظهم بدي شطل هون طيب قال لنا في الورقة النقاشية الثانية انه شو المبادئ الراسخة للنهج الاصلاحي انتبه معي هون انا بدي اجي اقول تعال احفظ البكتب لك يا بس ومسامحك التعددية السياسية اثنين حقوق الاقليات وانتبه لي هون اندي حقوق مواطنين بس اذا حقوق الاقليات وحقوق المواطنين صح اذا صار عندي كم واحدة ثلاث قال بدي تعددية سياسية ونضمن حقوق الاقليات وحقوق المواطنين هاي ثلاث الفصل والتوازن بين السلطات حط لي اياه هون الفصل والتوازن بين السلطات حلو صار عندي خمسة انقوي مؤسسات المجتمع المدني تقوية مؤسسات المجتمع المدني شاطر طيب هون اخر واحدة التنافس السياسي صعبات لا هذولا هم الببادئ الراسخة للنهج الاصلاحين عندي ثنتين متشابهات بالحقوق في الورقة الثانية حقوق اقليات حقوق مواطنين في عندي تعددية سياسية في عندي تنافس السياسي صاروا اربعة في عندي فصل وتوازن بين السلطات صاروا خمسة في عندي كمان تقوية مؤسسات المجتمع المدني والتعددية السياسية اذا هذا السؤال مهم احفظهم زي ما نحاط لك عليهم دوائر تمام امورك مية في المية بتكون وهيك يا اخوان الورقة الثانية ركزلي على السؤال هذا كثير كثير المبادئ الراسخة للنهج الاصلاحي كما جاء في الورقة النقاشية الثانية هاي الورقة الثانية عيني الفيديو مرة مرتين شاطر والله الامور سهلة وباذن الله راح تسكر الاوراق من نقاشية انا عارف شو باشتغل بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة